صعوبة العثور على يد عاملة مؤهلة في قطاع الفلاحة من شأنه أن يؤثر سلباً على المدى المتوسط أو البعيد على مستقبل القطاع حسب المهنيين أمر أجبر أصحاب المزارع على المطالبة بتمكنهم من الاستعانة باليد العاملة الأجنبية كي تنقص يد العاملة مكاش الانتاج بس كي مكاش لي يخدم مال مكاش خدامين اللي نقوله يتخدم يقول لي أنا ما أخدم أني نتفع في كواغات راح نخرج نعلن ساجة هكذا بسزاف إشكالات يعني لا لديناش خدامين وعندنا مشكلة لجول اللاجئين هذوق الحولة هذوق لو كان شوية الدولة تسوي لهم الوضعية ويخلونا خدموهم لا لن مكاش 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 لخدم قليل أمين الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين دعا إلى ضرورة تكوين أبناء الفلاحين في تخصصات لهاصلة بالفلاحة هناك نقص كبير في اليد العاملة ونطلبنا نحن من أولاد الفلاحين طلبنا لهم التكوين لأن أولادهم ما يعرفوش وهم كبروا ومساكنوا عياء لكن لازم أولادهم من نوجه خص لازم منهم تكوين خاص هذا اللي نطلبوه في برنامج الدعم اللي ره جاي الاستنجاب باليد العاملة الأجنبية في قطاع الفلاحة بعد خوض الجزائر لتجربة مماثلة في قطاعات البناء والأشغال العمومية خصوصا العمالة الصينية ساهمت من خلال مشاريع عدل في إسكاني عدد كبير من الجزائريين فهل ستنجح هذه الأخيرة في تدارك النقص المسجل في محاصل الاستثمارات الفلاحية الجزائرية ترجمة نانسي قنقر